موسيقى اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج كوشكا الصحافة والبداية بالعنوي ميليشيا الحوثي تحت جهز جنود في أب داخل السجون كانوا يحرسونها سكان في صنعاء يقولون لصحيفة الايام لم نتلقى اي ايغاثة والحوثيون دونوا اسمان في قوائم المساعدات قبل اربع سنوات وفي القدس العربي صحفي يمني يتحدث لصحيفة لم اتوقع ان يأتي يوم اعمل فيه بمهنة غير الصحافة اشتباكات طفيفة ما زالت حاضرة في ذاكرة البعض خضها مدير أمن محافظة إب أثناء اقتحام المحافظة لكنها كانت محاولة يائسة لمنع تدفق عشرات الأطقم التابعة لميليشيا الحوثي والمستندة على قوات صالح تلك الفترة اما الان فجنود الامن في المحافظة رهائن عند ميليشيا الحوثي وكثيرا ما يرمون في السجون التي كانوا يحرسونها ويعنون موقع الصحوانت الحوثيون يختطفون عددا من جنود الامن المركزي المؤلين لهم في إب اثقالت مصادر محلية ان القياد الحوثي في مديرية جبلة جنوب غرب إب المدعو أبو رامي اختطف عددا من جنود الامن المركزي والذين يعملون في نقطة منطقة قحاز غرب المدينة وضافت المصادر ان القياد الحوثي نهب طقما عسكريا كان في النقطة واودع الجنود المختطفين في سجن تابع للميليشيا في منطقة الشبكة في جبلة الذي عرف عنه بتعرض عشرة المختطفين لعملية تعذيب نفسية وجسدية مروعة تأتي هذه الحادثة بعد عشرة أيام من اقدام مسلحين تابعين للقياد في ميليشيا الحوثي أبو علي العليان على خطف طقم تابع لقوات الامن العام وعلى متنه الثمانية من الجنود غرباء إلى شبوة حيث ما تزالت تحقيقة جارية لمعرفة أسباب القتل حيث يعنون المصدر أولاين تحقيق في مقتل شخص وإصابة تسعة في نهاء دوري رياضي في شبوة ويقول الموقع إن محافظة محمد صالح بن عديو شكل لجنة للتحقيق في مقتل شاب وإصابة تسعة آخرين في نهاء رياضي في مديرة بيحان شمال غربي شبوة وكان مصدر طبي في مستشفى دفعية قال للمصدر أولاين أن شابا قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة نتيجة أعيرة نارية نقل على الفور إلى مستشفى المديرية مساء الجمعة وكان الحادث قد جرى عقب انتهاء دوري رياضي واحتفل فيه مشجع نادي يرموك بمناسبة فوز ناديهم بالبطولة وأطلق النيران الحي في الهواء إلا أن الأجهزة الأمنية تدخلت لمنع ذلك وتطور الأمر إلى اشتباكات بين الطرفين الإرهاب والعنف يساري المبتدى يميني المنتهى تحت هذا العنوان يكتب ثابت الأحمدي مقاله المنشور في يمن مونيتور الواقع أن ظاهرة الإرهاب المتحولة يسارياً ويمينياً غربياً وشرقياً ستظل متنقلة وقائمة ما دام الظلم الاحتكار قائمة ولن تتوارى إلا بسياسة رشيدة من صنع المجتمع الدولي والأنظمة السياسية في المنطقة يعيد الأمل للشباب العربي والإسلامي الذي فقده نهائياً ذلك أن الإرهاب والعنف والانتحار ضواهر مرتبطة بنعدام الأمل نهائياً كما قال جيمس ويلفنستون رئيس البنك الدولي السابق ويهودي الديانة ليس هناك تطرف إسلامي أو مسيحي أو يهودي لكن الأمر متعلق بالأمل فشباب العالم من أي دين وجنس ولون سوف يكونون متطرفين عندما ينعدم أمامهم الأمل والفرص وقد شهد العالم خلال الفترة الممتدة من عام 1970 إلى 2018 ما مجموعه 170 ألف عملية إرهابية يسارية ويمينية معاً مثل العام 2014 ذروة النشاط الإرهابي خلال الفترة المذكورة وذلك بـ 32,685 عملية إرهابية لجماعة داعش وحدها خلفت وراءها كوارث مروعة في الأشخاص والممتلكات وأغلبها في منطقة الشرق الأوسط الموبوءة بالصراعات السياسية والاستبداد والفوضى هذه العمليات وإن تراجعت خلال الأربع سنوات الماضية قليلاً إلا أنه تراجع غير مضمون وقد يزداد مستقبله والخلاصة إن صناعة المواطن العالمي مهمة المجتمع الدولي بمنظماته ويئاته الدولية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية كما هو منوط أيضاً بالأنظمة السياسية الإقليمية والمحلية التي يجب أن تسهم في الحد من القضاء على الإرهاب بأنظمة حكم رشيدة تعيد للمواطن ولو بصيصاً من الأمل ليكف عن الانتحار وصناعة الإرهاب ولا استقرار اليوم لأي دولة في العالم مهما كانت كبيرة ومهما كانت نائية ما لم تسهم أيضاً في صناعة هذا المواطن الصالح الذي يؤثر محلياً كما يؤثر إقليمياً ودولياً على حد سواء اتهم مواطنون ونازحون في صنعاء سلطة الأمر الواقع ومواليهم بالاستيلة على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من قبل المنظمات الإغاثية الدولية واحتكار الجزء الأغلب منها على عناصر الموالية لجماعة الحوثيين وتعنون صحيفة الأيام الأيام تنفرد بنشر كشوفات معونة المنظمات ومن يستلمها في صنعاء وتقول الصحيفة الصادرة من العاصمة الموقعة عدن أنها تلقت شكاوى من الأهالي في صنعاء مدعومة بكشوفة تظهر بالأسماء ما يقدمه عقال الحارات للمنظمة الإغاثية من عبث وتلاعب في الأسماء حتى لا تصل تلك المساعدات إلى مستحقيها وذكر عدد من المواطنين للأيام أنهم منذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء لم يطرق منازلهم أي شخص أو جهة إغاثية لتقديم أي مساعدة غذائية لهم على الرغم من الأرقام المتداولة عن حجم المساعدات الضخمة التي تصل إلى صنعاء ونفى مواطنون في حديث الأيام أن يكونوا قد تحصلوا على أي مساعدة خلال الأربع السنوات الماضية أو أي من جيرانهم في الحي الذي يسكنونه وسط صنعاء ومن الوسائل التي لجأت إليها الجماعة للاستيلاء على هذه المعونات بحسب ما تقوله مصادر في صنعاء لصحفة الأيام قيام الحوثين بإنشاء العشرات من المنظمات التابعة لها في مناطق سيطرتها ثم الضغط من أجل أن تصبح هذه المنظمات الحوثية شريكا محليا للمنظمات الدولية الإغاثية كشفت مصادر أخرى للأيام أن نازحي تعز والحديدة لم يتسلموا أي مواد إغاثية منذ نزوحهم إلى صنعاء وأن من يستلمها هم عقال الحارات ومدراء الأقسام وموالون للحوثين الموقع بوست يعنون في أحد أخباره الفنية قصر يأبى النسيان يحصد إحدى جوائز مهرجان واسط الدولي في العراق ويقول الموقع أن الفيلم الوثائق القصير قصر يأبى النسيان والذي أنتجه ثلاثة من شباب حضر موت حصد جائزة أفضل منتاج وسيناريو في مهرجان واسط الدولي الأفلام في العراق والذي تنفس فيه خمسة وأربعون فيلما من الدول العربية وقال الموقع أن الشباب ثلاثة من أبناء مدينة سيئون وبجهودهم الذاتية يشاركون بقوة في عدة مهرجانات عربية ودولية كبرى وسيشارك الشباب ثلاثة هذا العام أيضا بفيلمهم في مهرجان لاجوس في نيجيريا ومهرجان سوس الدولي بعد أن رشح الفيلم من بين مئات الأفلام للمسابقات التنافسية النهائية في المهرجانين أيديولوجية الكراهية تحت هذا العنوان كتب حسام كنفان مقاله المنشور في العرب الجديد ليست جريمة الاعتداء على مسجدي مدينة كرايست شيرش أنيوزلندية حدثا فريدا ولا هي وليدة اختلال عقلي للمنثب هي مؤشر على مستوى الكراهية التي باتت منتشرة بين أصناف كثيرة من البشر بغض النظر عن الانتماء الديني الأمر أبعد من مجرد تعاليم دينية بل تحول إلى أيديولوجيات تغذي الكره بين البشر وهو ما تدعمه نظريات وهوسائل إعلامية تدأب على التحريض على هذا التطرف أو ذاك من منطلقات دينية وعرقية وإثنية هي ليست حالة عامة ومريدوها لم يصلوا إلى الغالبية بعد لكنها في طور متسع من التمدد مدعمين بتصاعد الخطابين العنصري والتكفيري والذين يمكن النظر إليهما على أنهما وجهان لعملة واحدة فهم يستبحان سفك الدماء في سبيل تحقيق الغاية الكبرى التي يؤمنان بها لأيديولوجيا الكراهية هذه أيضا تجلياتها في الشرق ولعل تنظيم داعش واحدا منها وأيضا حتى لو لم يكن هذا التنظيم الإرهابي معبرا عن الغالبية العظمى من أبناء المنطقة العربية والإسلامية إلا أنه استطاع أن يصدر أفكاره إلى كثيرين في المنطقة وخارجها ولعل بعض الأحداث التي شهدتها دول غربية فأيديولوجيا الكراهية لا تعترف بدين هي قائمة بالأساس على تجريم الاختلاف بغض النظر عن ماهيته طائفيا كان أو مذهبيا أو عرقيا أو إثنية تنذر جريمة نيوزيلندا اليوم بتفشي هذه الأيديولوجيا أكثر سواء بالنسبة إلى المعتدين أو المعتدى عليهم فأصوات كثيرة خرجت في الغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمدح ما قام به تارانت فعلى المقلب الآخر لن يختلف الأمر خصوصا أن أصوات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مستويات سياسية علية وضعت سياق الجريمة في إطار ديني بحت وهو ما ينذر بأفعال انتقامية لن تؤدي إلا إلى تغذية أيديولوجيا الكراهية التي بدأت تفلت من عقالها لم يستطع جابر غراب وهو مصور صحفي محترف أن يتخلى عن حمل كاميرته حتى وقد صار يبيع القات كمهنة جديدة عليه نجأ إليها استجابة للمعاناة التي فرضت الحرب على اليمنين بمن فيهم الصحفيون الذين يعيشون ظروفا سيئة للغاية في بلد صنفته منظمة مرسلون بلا حدود مؤخرا بأنه ضمن خمسة بلدان هي الأخطر في العالم على حياة الصحفين ووفقا لعنوان التقرير صحيفة القدس العربي صورة من مأساة الحرب صحفيون يمنيون يلجأون إلى مهن أخرى كان جابر يحلم ككل اليمنين بمستقبل أفضل ولهذا اشتغل على عدد من المشاريع الفوتوغرافية بموازاة تجربته الصحفية فبقيت الكاميرا ترافقه في حله وترحاله يوثق الابتسامات في الشوارع وملامح الأمل في المكان من خلال لقطات ظل ينشرها في صفحتي على فيسبوك حتى عقب اندلاع الحرب عام 2015 لم يتوقف عن ذلك وتضيف القدس العربي لم يتوقع استطالة الحرب فظل مستمرا في توثيق ابتسامات الناس ونشرها ضمن وسم ابتسم في زمن الحرب لقد ظل جابريو كابد معاناة الحرب ويتحمل تبعاتها ككل زملاء المهنة هناك وينفق من هنا وهناك إلى أن نفد منه كل شيء ووصل به الحال إلى ضرورة البحث عن عمل لكنه لم يجد سوى العمل في بيع القاد فهو عمل يحتاج لرأس مال قليل وسيوفر له حدا مقبولا من احتياجات الحياة حتى بعد أن صار لاجئا في مهنة أخرى ما زال يحرس بين الفينة والأخرى على الخروج من بيته بالكاميرته وحملها معه إلى سوق القاد كأنه لا يستطيع أن ينسى حياته السابقة وضاف لم أتوقع أنني سأعمل في مهنة أخرى غير الصحافة لكن الظروف كانت أقوى مني وما نتعرض لهم المضايقات كان لابد أن أبحث عن عمل واختيار العمل في بيع القاد هو لأنني لم أجد مهيرة عن هذا الزمن الردي تحت هذا العنوان كتبت رشا عمران مقالها في العرب الجديد في ظني قصتنا نحن العرب تسير في دائرة واحدة مغلقة لا يمكن لأي من مناح الحياة الخروج منها منفردة نحن في أقصى حالات التردي على كل المستويات حيث تمكن الاستبداد السياسي من فرض قبضته الكاملة على الشعوب العربية متحالفا سرا وعلنا مع مؤسسات دينية متخلفة ومستبدة هي الأخرى منذ ذلك الوقت سقط كل شيء لدينا العلم والثقافة والفكر والفن والإعلام والقضاء والتعليم والطب وكل شيء كله أصبح يدور في فلك الأنظمة الحاكمة التي تمنح من ترضى عنه بركاتها وتمنع هذه البركة عن من تغضب عليه وعادة من يدورون في فلك أنظمة الاستبداد متوسط المواهب والمعرفة هؤلاء يسهل التحكم بهم وهم من تصدرهم الأنظمة رموزا وطنية بينما تسلط طوابيرها الخامسة من رعاع لتحطيم من يرفض التسليم بكل ما يقدم له كمقدس كم من مبدع أو مفكر كفرتهم المؤسسة الدينية العربية كم من مبدع شوهت سمعته هذه الأنظمة الأمثلة أكثر من أن تذكر خصوصا بعد الربيع العربي حيث تم الفرز تلقائيا في البداية قبل أن تختلط المعايير ويتكشف من كنا نعتز بهم تنويريين عن خلفيات مذهبية أو مساندة للإستبداد دعيت قبل سنوات للمشاركة في مهرجان شعري دولي في زيوريخ كان من المشاركين روائي وشاعر سويسري يعتبر أحد أهم كتاب بلاده حضر في أمسية الافتتاح رئيس كانتون زيوريخ وصديقته كان مذهلا لنا نحن العرب المشاركين في المهرجان كيف يتعامل الرئيس مع هذا الكاتب بدى كما لو أنه تلميذه يسمعه بشغف ويتحدث عنه معنا بوصفه رمز سويسر الوطني الكبير سكب له صحن عشائه وقت العشاء ووقت إلقائه رافقه إلى خشبة المسرح وعاد وسط ظهولنا وإحساسنا بالمرارة نحن القادمين من بلاد يتصرف حكامها كآلها تقصي الجميع لصالح الحاكم الواحد الأوحد الصحف البريطانية الكبرى تفرد مساحات كبيرة وتخصص افتتاحية لتناول الهجومين المروعين على المسجدين في نيوزلندا وتكاد تقارير الصحف وكتابها والمحللون الذين أسهموا بمقالات فيها يجمعون على أن الإرهاب اليميني بات خطرا داهما يهدد الغرب ما يستدعي مواجهة حاسمة حيث تقول صحيفة التايمز في مقال افتتاحي أن الجريمة المروعة هي ثمار التعصب وتشير إلى أن القتل الشنيع لعشرات المصلين المسلمين هو مثال على ثقافية كراهية الأجانب التي تنمو مع وسائل الدعاية الرقمية وفي إشارة إلى تصريحات رئيسة أوزران يوزلندا عن أن المهاجرين هم نيوزلنديون وليس غرباء قالت الصحيفة إن هؤلاء الذين تهددهم الكراهية ومعادات الأجانب ليسوا خارجين بل مواطنين ورفاهيتهم وسلامتهم لا تنفصل عن رفاهية وسلامة الآخرين في مجتمع حر إنهم نحن وتشير الصحيفة في مقال افتتاحي إلى أن المتطرفين اليوم يلقون التشجيع من الزعاماء الشعبويين ويستمدون القوة من السياسين في الديمقراطية الغربية الذين غيروا حدود النهج السياسي المقبول وفي مقال تحليلي في الجارديان نبه جيسون بروك إلى أن إرهاب اليمين المتطرف كان في التصاعد في العقد الأخير من القرن العشرين ويقول إن إرهاب اليمين أكثر تهديد من التطرف الإسلامي وعن هذا التطرف في القرن الحادي والعشرين يقول بروك إنه رغم أن العنف المتطرف الإسلامي كان أكثر شيوعا وإهلاكا في أوروبا فإن الدلال على التهديد الذي يشكل عنف اليمين المتطرف كان قائما منذ فترة طويلة ففي عام 2017 يضيف الكاتب وقعت خمس هجمات إرهابية في المملكة المتحدة أرجعت إلى المتطرفين اليمينين أما في أمريكا فإن نشاط اليمين المتطرف العنيف كانت له علاقة بمقتل خمسين شخصا على الأقل عام 2018 وأشار الكاتب إلى بحث أجرته رابطة مناهضة للتشيير قالت إحدى نتائجه أنه خلال العقد الماضي يمكن الربط بين 73.3% من كل أعمال القتل المرتبط بتطرف الولايات المتحدة وبين المتطرفين اليمينين المحليين بينما ترجع 23.4% فقط من هذه الأعمال إلى المتطرفين الإسلاميين ويربرك أن كل من المتطرفين الإسلاميين واليمينين يعتقدون بأن مجتمعاتهم تواجه تهديدا وجوديا ما يفرض على كل فرد التزاما بالقتال لدفع هذا التهديد جولتنا المصورة من صحيفة الجاردية البريطانية والتي نشرت العديد من الصور التي توثق أحداث مختلفة حول العالم ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرف من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها عدد من الصحف نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر